الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صاحب الخلق العظيم ورسول رب العالمين من قال فيه ربه الذي أرسله ممتناً به على أمته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير نتابع الحديث في هذا اللقاء عن بعض من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدى به مع ربه عز وجل فمن هذه الأخلاق شكره صلى الله عليه وآله وسلم ربه على نعمه والشكر الثناء على من أنعم وهو كما يكون باللسان يكون بالقلب وبالجوارح قال الإمام بن القيم رحمه الله الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة وهذه المرتبة الثالثة الأخيرة وهي مرتبة الانقياد والطاعة هي الثمرة التي ترجى من قبول النعمة والثناء بها على المنعم لأن النعمة إن لم تثمر هذه الطاعة كانت كفرا وجهودا وقد بيّن ربنا جل وعلا فضله على عباده الشاكرين بزيادة النعم وحفظها عليهم وكما قيل الشكر قيد النعم وبين الله عقابه لمن كفر بنعمه فلم يرعها ولم يقم بما أوجبه الله عليه فيها بأن يذهبها عنه وأن يتوعده بالعذاب الأليم كما قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومما يزيد المؤمنة يقينا بأهمية هذه الخصلة المباركة أن من أسماء الله الحسنى الشكور والشاكر كما جاء في قوله جل ذكره والله شكور حليم وكما في قوله إن ربنا لغفور شكور وفي قوله وكان الله شاكرا عليما وأمره الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكره كما في سورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولهذا كان الشكر دليلا على سلامة الطوية والاعتراف بالفضل والإحسان وإظهار ذلك ثناء على المنعم وبين ربنا في آيات كثيرة من كتابه أن هذه صفة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم فقال تعالى عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا وقال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ومن أعظم الخلق الشاكرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وكيف لا يكون كذلك ونعم الله عليه لا تعد ولا تحصى ومنها ما جاء في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وهذه بعض نعم الله عليه وإلا فقد أنعم الله عليه بنعم أخرى أعظم وأكثر من هذه من أعظمها اصطفاؤه واختياره لرسالته وكونه خاتم النبيين والمرسلين وأنزل عليه أفضل كتبه القرآن الكريم ونشر دينه في العالمين ولا يقبل دينا سواه إلى يوم الدين وقد أمره الله بإدامة عبادته وشكره وهو أمر له ولمن تبعه إلى يوم القيامة قال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولهذا كان الشكر خلقه صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه في جميع أحواله وقد علم معاذا رضي الله تعالى عنه دعاء يدعو به بعد صلاته فقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك وهذه توطئة من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الذي أظهر له محبته توطئة ليقول له بعدها أمرا عظيما ينفعه وينفع غيره والله إني لأحبك والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ ألا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك كما أنه علم أصحابه وأوصاهم بالشكر في أحوال كثيرة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي المال نتخذ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها وروا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للطاعم الشاكر مثل مال الصائم الصابر أما في عمله صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيقه لمقام الشكر فقد كان المثل الأعلى لأمته لا يلحق به أحد روىت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل وكان يطيل القيام والقراءة حتى تورمت قدماه وتفطرتا من طول القيام فقالت له رضي الله تعالى عنها لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهي تشير بذلك إلى قوله تعالى مخاطب النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك فقال لها عليه الصلاة والسلام مبينا سبب ذلك أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة صاد فسجد عند قوله تعالى عن داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ولما سجد قال صلى الله عليه وآله وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا وجاء في دعائه عليه الصلاة والسلام لربه رب اجعلني لك شكارا أي كثير الشكر بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من عدم شكر الناس على حسن صنيعهم وإحسانهم علامة على عدم شكر الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس وفي رواية أخرى من لم يشكر الناس لم يشكر الله قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله تعالى وترك الشكر له فالعناية بذلك دليل على استقامة خلق العبد وعلى أهليته لشكر الله وقد جاء توكيد هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه أمانته في تبليغ شرع ربه الذي أرسله الله به وكيف لا يكون كذلك وهو الذي عرف في مجتمعه وبين الناس بأنه الصادق الأمين وقد اختاره الله لتبليغ شرعه وإقامة دينه فأمره أولا بإنذار الناس ودعوتهم إلى نبذ الشرك وعبادة الله الواحد الأحد بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر ثم أمره بالعناية بإنذار عشيرته الأقربين أولا وأنذر عشيرتك الأقربين ولم تزل أوامر الله له بعد ذلك بالبيان والبلاغ وأهمية أداء ذلك على وجهه لأن هذا هو الأمر الذي بعث من أجله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وفي قوله تعالى ما أنزل إليك بيان لمادة التبليغ التي يوصلها للناس ويدعوهم إليها وأنها ليست من عنده صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هي منزلة عليه من عند الله بواسطة الوحي ولذا فقد اجتهد عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان بتعليم القرآن الذي أنزل عليه للناس وببيان ما يحتاج إلى بيانه منه بسنته صلى الله عليه وسلم وتنوعت أساليبه صلى الله عليه وآله وسلم في تبيين ذلك للناس وفي دعوتهم إليه كل بحسب حاله حتى يحصل المقصود بمعرفتهم لما يبلغه إليهم وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسرع إلى التصحيح والبيان إذا رأى خطأا أو مخالفة حتى يضمن فهم من معه الفهم الصحيح ولم يكن ما يبلغه قاصرا على من كان حاضرا معه بل هو عام لهم ولغيرهم ممن غاب عن مجلسه الذي يبين فيه ومن المعلوم أن الصحابة جميعا لم يكونوا في وقت واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يجلس معه وبعضهم يصحبه في طريقه وبعضهم يزوره وهكذا فيسمع بعضهم مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشتمع البعض الآخر ولكنهم كانوا حريصين على تعرف ذلك فيبلغهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من بيان أو ما ذكره لهم من آيات القرآن لأن هذا البيان للجميع وليس قاصرا على من كان معه وكذلك أيضا فإن هذا البيان عام لمن يأتي بعده من أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين قال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ما أعطاه الله مما لم يأطه من سبقه من الأنبياء قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وليس هناك وليس هناك دين يتعبد الله به بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم غير دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولما كانت حجة الوداء في آخر حياته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وبين لهم ثم قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب ومما يدل دلالة قاطعة على أمانته صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ ما جاء في كتاب الله من معاتبة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام في ما حصل منه وفي ما يخص شخصه الكريم مما كلفه الله به وأمره بإظهاره مع ما كان يراود النبي عليه الصلاة والسلام من تردد وحرج في بيانه للناس لتعلقه بشخصه وهذا أمر مما فطر عليه البشر ومن ذلك معاتبة الله له في شأن الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي جاء إليه يريد أن يتعلم ويستفسر عن شيء من أمور دينه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وقتها يحاور بعضا من كبار قريش المشركين ويدعوهم رجاء إسلامهم معتمدا على أن هذا المسلم قريب منه وإن لم يتمكن من إجابته في هذه الحال فسيجيبه في وقت آخر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتا طمعا في هداية هؤلاء المشركين فعاتبه الله على ذلك في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يبدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه ابن أم مكتوم بعد ذلك يرحب به ويقول له مرحبا بمن عاتبني ربي فيه ومن ذلك أيضا معاتبة الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر عندما استشار أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في شأن هؤلاء الأسارة ماذا يصنع بهم فقال أبو بكر يا رسول الله هم بن العم والعشيرة ولعل الله أن يهديهم لدينه فلو أخذت منهم الفداء وأما عمر رضي الله تعالى عنه فكان رأيه أن يقتلوا وحجته في ذلك أنه كان يرى أن هذه أول وقعة يلتقي فيها المسلمون والمشركون وقد أظهر الله نصره لعباده المؤمنين فيها فحتى يقع هذا الأمر في قلوب الكافرين والمشركين والأعداء موقعا عظيما فيفرقوا منه ولا يفكروا مرة أخرى في معاودته لا بد من قتلهم جميعا وهي وجهة نظر حكيمة ظاهرة ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مال إلى رأي أبي بكر فنزل العتاب القرآني في هذا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر فوجده ما يبكيان وقال عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب من السماء ما سلم منه إلا عمر لكن الله سبحانه وتعالى رحم عباده المؤمنين وأحل لهم هذه الغنائم ومن ذلك معاتبته له في إذنه للمنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الذهاب لغزوة تبوك وهم كاذبون في الأعذار التي بيّنوها يقول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك مخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وليس المقصود هنا اججهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيما تصرف به ولكن قيامه عليه الصلاة والسلام بإعلان ذلك وعدم كتمانه والحال أن عادة الناس كتمان أمثال هذه الأمور التي من شأنها الغض فيهم فيما يعتاده الناس ومما هو في هذا المعنى أمر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بالزواج من مطلقة متبناه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه في مكة على عادة الناس في ذلك الزمن وكان يعرف بين الناس بأنه زيد بن محمد فتزوج بزينب بنت جحش ولكن لم تستمر الحياة بينهما فطلقها زيد فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بزواجها حتى يبطل عادة التبني التي كانت شائعة معروفة بين الناس وأن يكون ذلك في شخص النبي الكريم ليتبين للناس بطلان الانتساب بالتبني وأن يدعى الإنسان لأبيه الحقيقي إن كان معروفا فإن لم يعرف فإنه تكفيه أخوة الإسلام أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ثم أمره الله بزواج زينبا بعد طلاقها من زيد مبينا للصواب والحكمة في ذلك ومصححا لهذا الخطأ الذي اعتاده الناس بنسبة المتبنى إلى غير أبيه فيصبح كأنه واحد من أبنائه ومن المعلوم أنه لا يتزوج الإنسان بزوجة ابنه فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس بطلان هذا الأمر وأن المتبنى ليس ابنا حقيقيا فأمره الله بزواج زينب ثم لما تزوجها بين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منه النواطراء وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وعندما يقع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقطع للشك وأدعى إلى اقتلاع هذه العادة التي اعتادها الناس على غير وجه صحيح وربما لو وقعت هذه الحادثة مع غيره عليه الصلاة والسلام فإنها لن تكون بمثل هذه القوة والصراحة التي حدثت معه عليه السلام ولربما تردد بعض الناس في قبولها والعمل بها ومن ذلك أيضا تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه أكل العسل بعدما حصل من عائشة وحفصة رضي الله عنهما من تدبير أردن به الكيد لضرتهن زينب رضي الله تعالى عنها وقد كانت ذات مال وكان من عادة النبي الكريم أن يمر على أزواجه بعد العصر يتفقد أحوالهن ثم يبيت عند صاحبة الليلة وكان عند زينب رضي الله تعالى عنها عسل ولم يكن عند الأخريات فكانت تسقي النبي صلى الله عليه وسلم شرابا محلا بالعسل وليس عند عائشة وحفصة عسل مثل ما عند زينب فاتفقتها على أن تقول كل واحدة منهما إذا جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تجد منه رائحة مستكرها وكان هذا الأمر أشد شيء على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يناجى ينزل عليه الوحي وكان يبتعد عن هذه الأشياء التي فيها رائحة مستكرها فلما مر عليهن قالت كل واحدة لهن ذلك لأنها تجد منه رائحة مستكرها فاستراب في الأمر ولم يزد على أن قال إنما هو العسل الذي شربه عند زينب فقلنا لعل لعل النحل استقاه من أزهار بعض هذه النباتات التي فيها هذه الرائحة فأقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يشرب العسل بعد ذلك وبيّن الله له جلية الأمر وأنها مكيدة من بعض نسائه وعاتبه على حلفه أن لا يشرب العسل وهو مما أحل الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بين له المخرج من هذه اليمين التي قطعها على نفسه إن ما تقدم من الأدلة على أمانته صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ حتى ولو كان متعلقا بشخصه صلى الله عليه وسلم وحتى لو تحرج الناس من أظهار هذه المعاتبات لكن الله شرع له ذلك فقام بالتبليغ أداء لحق الله في أظهار الأمانة هذه هي الأمانة التي لا يسع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا إظهارها وإلى هنا استودعكم الله إلى أن نلتقي مرة أخرى وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أغضرررررررررررررررررر Safari